عزيزي مشاهدي قناة فري إنجليش يسرون اليوم أن نقدم شرح الوحدة الخامسة عشر صف الثالث العدادي فصل دراسي ثاني وهذه الوحدة ستسمى شرح وافل المفردات وطريقة اختيارها الفروق اللغوية للكلمات قواعد الوحدة الرد على أسئلة ابنائنا الطلاب وبعد الانتهاء من المنهج في ظل الظروف الراهنة سنقوم بحل امتحانات وحل مراجعات الوحدات فانتظرونا دائما ونحن نرحب بأسئلاتكم دائما ولا تنسى اشترك في قناة فري إنجليش والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد والآن نبدأ الوظائف اللغوية للوحدة الخامسة عشر واستخدام اللغة استخداما وظيفيا فعلى سبيل المثال عزيز الطالب لو قلت لا أستخدام ولا طالب لا أستخدام ولا طالب ريتشد سكول ريتشد سكول بفور أحمد ولا طالب وصل المدرسة قبل أحمد يبقى كده عزيز الطالب أحمد هو أول طالب يصل للمدرسة فييش يقول هنا استخدم كلمة مثلا ذا فرست ذا فرست ذا فرست معناها الأول ففي قاعدة عندنا بتقول فاعل وإز أو ووز وذا فرست الأول ذا ساكند ذا لاست ذا فرست الأول ذا ساكند الثاني ذا لاست الأخير وبعدها هاتو ومصدر فعزيز الطالب هنا نو ستودينت وانا طالب ريتشد سكول وصل إلى المدرسة بفور أحمد يبقى عايزة جول لغة أحمد كان أول طالب يصل للمدرسة فهجول أحمد بناء على القاعدة بتاعتنا فاعل ووزور ذا فرست ذا ساكن ذا لاست واسم اسم بعدها اسم وتوم الظرفة الجملة حلها أو ممكن يقول لي ابدأ بأحمد استخدم ذا فرست أو بنغو السين يقول لي أحمد وتو جيف زا سيم ميننج اللي أطاع نفس المعنى يبقى عزيز الطالب أنا هابدا بأطبق القاعدة اللي أمامنا يقول أحمد ووز وهنا نو ستودينت ريتشد سكول بفور أحمد يبقى طالما بفور يبقى زفرست يبقى أحمد ووز ذا فرست أحمد أول أول ستودينت أول طالب توريش سكول توريش سكول وخلي بارك يبقى أحمد ووز فرست ستودينت توريش سكول فالجملة هنا بيقول أحمد كان أول طالب يصل للمدرسة يبقى دي أعطى نفس المعنى لو جال لي was the last student آخر طالب لو استخدمني no student ريتش سكول ولا طالب وصل المدرسة أفطر بعد أحمد يبقى أحمد was the last student آخر طالب توريش سكول عزيز الطالب أحمد was the first student توريش سكول لو شلت تو المصدر هجيب ضمير الوصل هو وماضي بسيط ماضي بسيط يعني هنا ممكن أقول أحمد was the first student the first student who richard school who richard school كان أول الطالب الذي وصل إلى المدرسة يبقى تو مصدر وهو ماضي بسيط ننتقل لجزئية تانية وإن شاء الله هتلاقوا مدرسة في البيت من خلال شرح الوحدات الوحدة جابت الفرق بين أرب أرب بمعنى عربي وهنا دي الصفة يلزمها موصوف يعني قلت أرب كنترز الدول العربية أرب ليدرز القادة العرب يبقى دي دول وأقول الدول أرب كنترز أرب ليدرز أرب سوصياتز المجتمعات العربية أرب سوصياتز يبقى أرب هنا وقعت صفة محتاجة إلى موصوف فالموصوف عندي بيبقى مثلا كنترز دول ليدرز قادة سوصياتز مجتمعات وهكذا تاني كلمة جات عندنا كلمة أرب سوصياتز أرب أرب لو خدت لوحدها كده هتيجي بمعنى اللغة العربية اللغة العربية لو جات اسمها تساوي زي أرب اللغة العربية اللغة العربية لو شلت زا ولانجوج هقول أرب برضو اللغة العربية نجي الأرب هستخدمها صفة بمعنى عربي فتركز واحفظ ما تيجي مثلا زي ما جبنا المثال أرب اللغة العربية اللغة العربية ما نجيش أرب اللغة العربية عرب لتريتشار فالكلمات يأتي في حدود تالت عددي نجي لجزئية ثانية من ضمن كلمات الوحدة والكلمة عندي انترفيو انترفيو بمعنى مقابلة شخصية مقابلة شخصية ممكن تكون في مكتب ممكن تكون جريدة ومجازين مجلة فانترفيو مقابلة يعني أقول عندي مقابلة والزا منيجر مع المدير الانترفيو انترفيو اللي هو مدير الشخص اللي بيدير المقابلة الشخصية أو مجري المقابلة الشخصية أو أقول المحاور انترفيو لوضيف الحلقة أو المحاور الشخص المحاور اللي هو يرد على سيلة يبقى انترفيو انترفيو يعني مثلا وقلت في جملة the asked me many questions وهنا سألني كشير من الأسئلة يبقى اللي هو the interviewer المحاور لكن أقول مثلا the was very successful كانت ناجحة أو موفقة جدا يبقى the interview المقابلة الشخصية ممكن أكمل أقول I am going to get the job ه حصل على الوظيف و ممكن أقول the answered all the questions أجاب على كل الأسئلة يبقى the interviewer ننتقل إلى جزية ثانية كلمة online online أعتبرها عزيزي الطلبة بموقحها إما صفة وإما ظرفة advert ظرفة أو an adjective صفة فلو جورها موصوف تبقى صفة يعني لو قلت مثلا online shopping online shopping التسوق عبر التسوق عبر الانترنت online shopping is easy سهل يب كده عزيز الطالب online جاء صفة الموصوف shopping online shopping is easy nowadays ممكن أقول you can watch you can watch يمكنك أن تشاهد the conference يمكنك أن تشاهد المؤتمر online 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 يمكنك أن تشاهد المؤتمر online على شبكة الانترنت وهنا تبقى جاء adverb بظرفة نأتي الجزئية الثانية جاء في الواحدة الخمست عشر كلمة lost تجي بمعنى الماضي لو قلت مثلا we visited كيرو زرنا القاهرة last week زرنا القاهرة الأسبوع الماضي يبدي طيم indicator كلمة دانا على الزمن وزمن الماضي البسيط وجبنا معها ماضي بسيط ممكن تيجي last ثاني فعل مضارة بمعنى يستمر يدوم يعمر ويجمع حرف جر يستمر يدوم يعمر يعني يعيش ما يستهلكش أقول مثلا Egyptian Egyptian المنتجات المصرية المنتجات المصرية كان last four years تعمر تدوم لمدة سنوات طويلة four years اجيبشان بروضا كتس كان last four years نجي 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 مثلا ذا last لسان the last lesson was easy الدرس الدرس الماضي أو الفائد كان زهل البلاست وصفة وموصوف لصن نجي الجملة تانية مع اختلاف الاشتقاق كلمة the latest latest الأحدث يقول the latest مثلا fashion أحدث موضة أو the latest news أحدث الأخبار the latest news فالكلمات دي يأتي كلمات سهلة للاختيار the latest news نجي لكلمة تانية من ضمن الكلمات المشتقات لات وليت است هذه مثلا كلمة لات لات بمعنى متأخر صفة توصف موصوف آخر كلمة عندي عزيز الطالب عشان مرت علينا لات لي مؤخرا أو حديثا أو في الأونة الأخيرة دي بتيجي مع زمن المضارع التام وبتيجي في جملة غالبا تكون جملة منفية يعني أقول مثلا هذه جملة ونشوف الكلمات بتاعتنا I haven't seen him late latest lately letter فعزيز الطالب I haven't seen him lately لم أرى في الفترة الأخيرة لكن لو قلت لات ريتشد يستضي هي ريتشد يستضي هنا هي ريتشد لات وصل متأخرا بالأمس نجي الاخترا لتر لتر معناها وركز كويس جدا لتر معناها الثاني الثاني من اتنين لو قلت مثلا أحمد هاني 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 مهر أو شطار ذا لتر ذا لتر يوج ولي استيز أبليت أبليت ودي كلمة علينا أحمد وهاني مهر ذا لتر الثاني عادة يسهر طويلا هنا لو خدت كلمة الثاني جلنا الثاني من الثاني أحمد نمبر رقم واحد هاني نمبر طويب هنا ذا لتر بتعني هاني يبا انا اخدنا لت ولتر واندي كلمة لتر لتر ودي لو جا حرف جار بيبارها أون لتر بمعنى فيما بعد أو بعد ذلك يعني انت لو هتسيب صديقك وتمشي هي ف الحالة الثانية في حدود تلتة عددين القاعدة العامة بتقول ف زائد ماضي بسيط جواب الشرط جواب الشرط could might and infinitive زائد infinitive يبا if ماضي بسيط جواب الشرط would could might plus an infinitive زائد نظر فالجملة عندي لو جبت مثلا if he arrived if arrived early لو كان قد وصل مبكرا هي وض ميت لكان قد قابل زبوس رئيس العمل يبا if he arrived early هي وض ميت زبوس ممكن يحصل تقديم وتأخير في الجملة أبدأ به وض ميت زبوس if he arrived early وتبك جملة صحيحة نيجي لجزئية تانية قبل ما نكمل أنا عندي if ممكن يجي وراها إثبات أو نفي لكن unless فعل شرط مثبت يعني نقول مثلا if he didn't work hard نفي إثبات وإثبات نفي يعني يبا فعل شرط مثبت ننتقل إلى جزئية تانية سهلة جدا هذه if وفاعل مفرد أو جمع where جواب الشرط would or wouldn't ومصدر would or wouldn't plus an infinitive مصدر وهنا if where would or wouldn't بتفيد نصيحة نصيحة افتراض استحالة بمعنى لو أنا هفترض هقول له أخي مثلا هفتر هفتر تستخدم لي if فأنا هقوله لو أنا كنت مدرس لكنت قادر على شرح هذه الجملة الجزئية تفتكرها على طول عزيز الطالب if I were if I were a teacher لو أنا كنت معلم I would أو I could I would أو I could explain it فهنا ممكن استخدم would أو could نجي الجزئية تانية برضو من باب النصيحة والجملة دي مكررة في مواضع كثيرة من أسئلة امتحانات يعني لو قلت مثلا you should work hard جملة في حدود الصف السابس العدد وهنا يقول لي استخدم لي if فهنا دي نصيحة النصيحة بيقاب الشض ينبغي أن تعلم جد يبقى لطول هقول if I wear you لو كنت مكانك if I wear you I would work hard I would work hard لو جبت الجملة منفية مثلا you shouldn't smoke يجب ألا تدخ if I were you I wouldn't smoke فدي فدي هنا النصيحة ودي بنجيبها في ثلث عدد كثيرة جوا امتحنات يعني نيجي الجزئية تانية أه 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 لدي كلمات عزيزة الطريب بيجيبها ري ريت في ثلثة عدد لو جب لي مثلا would perhaps من المحتمل ربما أو مثلا جب لي would possibly would possibly من الممكن أو would probably من المحتمل would probably دول زائد مصدر فلو جاب دول كلهم عزيز الطالب دول بيفيدوا الاحتمال أو uncertainty عدم التعقد يبقى هستبدلهم كلهم بمية ربما زائد مصدر مثال على الكلام ده إف if if I had time I would I would perhaps visit you I would perhaps visit you ويجيب لي بين قصين عزيز الطالب would perhaps visit you ويجيب لي بين قصين استخدم ميت فلو استخدمت ميت هحزف اللي هلاقي في الجملة would perhaps or possibly or probably فهنا هحزف آنا what perhaps وهقول لنه في نفس الجملة if I had time I might visit you if I had time I might visit you if I might visit you و might هنا احتمال بنسبة 30% نجل تاني جزئية برضو بلاجها في امتحانات كتير جدا في تالت عدد التاني التاني معادلة دياتي لو جاب لي مثلا وض بي ايبول تو لكان قادر على هحزفه وهأستخدم معاها كد مضع وطبعا انا عارف بعد الافعال الناقصة بيجي مصدر يعني هنا كد بلس آن انفيناتف مصدر مثال على الكام ده ايش هي استضد ايش استضد ده هار ده هي وض بي ايبول تو باس اجزامز باس اجزامز ومعنى الجملة لو كان قد ذكر بجد لكان قادرا على ان يشتز امتحانات ويجي بين جسين عزيز الطالب يجم كاتب لنا كلمة كد فالجزء الاولان اف ذات الشرط وفعل الشرط يظل كمهم يعني اقول اف هي استضد هارت اف هي استضد اف هي استضد هارت واكمل الجملة ساوت would be able to يبقى would be able to هتساوي كد ولو جاب لي كد انا هستبدرها would be able to ننتقل لجزئية تانية وجزئية مهمة جزئية بتقول تعبير ها التعبير لعندي wouldn't possibly ومصدر wouldn't possibly من غير الممكن wouldn't possibly wouldn't possibly ومصدر ومصدر هتساوي عندي might not لان هي جملة من فيها هيقابلها لا فيها يبقى تساوي might not وبعد might not مصدر والعكس صحيح يعني لو جاب ل might not هستبدلها wouldn't possibly ومصدر فعلى سبيل المثال if you went to the library if you went to the library لو ذهبت إلى مكتب المدرسة ممكن يقول it wouldn't possibly it wouldn't wouldn't it wouldn't possibly possibly be وبيض المصدر be crowded وكراودد هنا مزدحمة بمعنى busy فعزيز الطالب جاء عندنا wouldn't possibly wouldn't possibly be crowded فهحزف آنا wouldn't possibly وأستبدلها ب might not يعني جملة بتاعتي إف الشرطية if you went to the library هحزف wouldn't possibly واستبدلها ب might not might not من غير المحتمل might not والمصدر عندي be crowded فده أهم جزئيات ممكن نلاقيها في امتحان نشي عزيز الطالب إلى آخر جزئية بالنسبة لقواه الوحدة فأخذنا فوق possibly would be possible to برضو قاعدة مهمة وإن ما جابش دي بيجيب دي بتالت عداد ودي أسئلة متحانات يعني would be possible to would be possible to plus an infinitive زاد مصدر هتساوي عندي couldn't ومصدر لم يستطع لم يتمكن comment زائد مصدر فلو جاب لي would be possible to هحزفها واستبدلها بيه couldn't لو جاب لي couldn't vice versa العكس بالعكس يعني هجب له would be possible to would be sorry impossible to would be impossible to من غير المحتمل و impossible عكس كلمة possible ممكن محتمل يبه عزيز الطالب impossible يتوض بي impossible to من المستحيل أن ومصدر بي impossible to ومصدر ونقولها تاني would be impossible to من المستحيل أن أو من غير الممكن أن هتسوي couldn't ومصدر فعلى سبيل المثال لو قلت مثلا وطبعا بكرة المدرسة بالنسبة للطلبة يعني ما فيش دراسة أو اليوم فلو قلت الطالب من الطلبة if you went to school if you went لو ذهبت to school لو ذهبت إلى المدرسة if you went to school وحدد لك أكثر مسلا أقول on Friday يوم الجمعة ولكن عشان لأجازة ديات اللي جات ظروفة if you went to school on Friday it would be impossible سيصبح من المستحيل to enter تدخل المدرسة أو to see entire students لأن الطلبة أي بغيبين students students فالجملة بتاعتنا هستبدل it would be impossible to be couldn't يعني لو جاب لك couldn't بين الأقواص بغيبين if you went to school on Friday you couldn't see students you سوف لا يكون في مقدورك you couldn't see students أن ترى الطلاب نجي عزيزي الطالب لجزئية تابعة للوظيفة اللغوية لأن مش كل شي قواعد يعني زي حالات F كده لو جاب لي F على السبيل المثال لو شخص قال لي I can't visit you لا أستطيع أن أزورك وجاب لي سبب قال لي because I don't have time لا أستطيع أن أزورك لأن I don't have time ما عندي وقت هيدون طاف طييم وبين جسيم في الامتحان جاب لي استخدم F إذا الشرطية فلاحظ أن أنا لو جاب ل F هنا الكلام اللي جاء بعد because لأن أو جاب لي since أو as كلهم بمعنى لأن هبد بي فعل الشرط يعني هنا بيقول لا أستطيع أن أزورك لأن أنا ما عندي وقت لو عندي وقت إف إف آي هاف طييم لو عند وقت I will visit you إف آي هاف طييم سوري إف إف إيها طييم لأن إف الحالة التانية إف إيها دا طييم إف إف لو كنت زورتك معناها الجملة I can't visit you because I don't have time can't can't هذا أو لهذا السبب هو يستخدم عصا فلو أنا جبت الجملة بتاعتي هاجول الكلام اللي جاب لسوء هي بفعل الشرط يعني هاجول إف إف هي والنفي إثبات والإثبات نفي إف هي قد ووق لو كان يستطيع أن يمشي will جيدا هي وذنت use a stick لو كان يستطيع أن يسير جيدا لما استخدم عصا نيجي الآخر جزئية في الوحدة دي ياتي وحروف الجر اللي هي خاصة بالتكنولوجيا الحديثة فلا تنسى عزيز الطالب إن كلمة on تيجي مع كل التكنولوجيا دي أنا أقول on the internet على الانترنت on the mobile المحمول on television على شاشة television on هنا باستخدمها مع كل وسائل التكنولوجيا نيجي الآخر جزئية عندي فعلين فعل الأول رب والتصريف بتاع رب ده رب رب هنا بمعنى يسرق بعد يسرق يجي بعد الفعل ده مباشرة الشخص أو المكان الشخص اللي استرق منه أو المكان يعني لو قلت مثلا ذا والكلمة دي جانج جانج يعني عصابة ذا جانج رب سرقة رب ذا بنك الأصابة سرقة البنك يبقى بعد رب هنا جاء المكان المكان اللي هو عندي ذا بنك أو يقول مثلا ذا جانج رب ذا ليبر سرقة المكتبة يجي حاد يجي الشخص هاد أقول لي هي هو رب ذا مي أو ما ي ولد سرقة مني محفظة النقود يبقى هي رب ذا مي وحرف الجر أو ما يولد سرقة من المحفظة أو هي رب ذا مي أو ما يو شرقة من الساعة أو موبايل وهكذا يجي التاني فعل عندي استيل برضو بمعنى يسرق استيل استول استول فبرضو ذي بمعنى يسرق ولكن ذي يت افتكر يجي بعديها الشيء المسروق الشيء المسروق يعني لو قلت مثلا هي استول لا أو ما سأقول ذا سيف ذا سيف ذا أو ذا سيف لص واحد استول سرقة ماي كار سرقة عربيت يبا هنا الشيء المسروق له ماي كار جاد بعد استول جزئية أخيرة خالص هذه عندي أنا كلمة زي ويت والماضي ويت ينتظر لو جات ويجي وراها مصدر ينتظر أن أو ينتظر لكي يعني أقول هي ويت تو سيني وهذه ويت فور يجي وراها اسم يبا لاحظ ويت تو مطر ويت فور واسم يعني أقول مثلا هي ويت فور مي انتظر هي ويت فور زات ريل انتظر القطار لكن أقول مثلا هي ويت تو مي لكي يقابلني يبا مظر هي ويت تو ميت مي أعزائي طلاب المرحلة العددية سنظل معكم حتى نهاية المنهج فاكتبوا لنا كل ما تريد في تعليق وسوف نقوم بشرح الدروس واد بواد كلمة بكلمة حتى تستفيدوا وفي حالة أي أسئلة سنقوم بالرد عليها مباشرة ونرحب أسئلتكم ولا تنسى الضغط على زر الجرس وإرسال ليكات حتى تشجعون ونتفاعل مع شك